دخل نادي أوندرلاخت البلجيكي سباق التعاقد مع متوسط ميدان الخضر رياض بودبوز ومنافسة نادي نيس الذي دخل هو الآخر في مفاوضات متقدمة مع لعب ريال بيتيس وقالت الصحافة البلجيكية عن جدية مسؤول أوندرلاخت في التعامل مع ملف بودبوز الذي كان قريبا من تقمس ألوان الفريق قبل انتقاله إلى ريال بيتيس إلى أن المفاوضات أنذاك باءت بالفشل